لا يزال الجميع ينتظر الرد الإيراني على إسرائيل والثأر لاغتيال ضيفها رئيس المكتب السياسي لحركة حمس إسماعيل هنية ولكن تأخر الرد فتح باب تساؤلات وأثار تكهنات فبعدما كشفت عن صحيفة التاليغراف البريطانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزيشيكيان في صراع مع الحرس الثوري في محاولة لمنع نشوب حرب شاملة مع إسرائيل ردت مصادر إيرانية مطلعة على تلك التقارير بالنفي ونقلت وكالة تسنيم عن تلك المصادر أن هناك اتفاقا بين مسؤولين إيرانيين أو بين المسؤولين الإيرانيين على الرد على إسرائيل ولكن السؤال هنا إذا كان هناك توافق بين الإيرانيين على حتمية الرد على إسرائيل والانتقام لاغتيال هنية فماذا بشأن طبيعة ووقت وحجم وشكل هذا الرد؟ ضيفي من طهران في محاولة للإجابة عن كل هذه التساؤلات الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان دكتور محمد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار ما الذي يؤخر الرد الإيراني إن كان هناك إجماع إيراني عليها؟ تحية لك وللمشاهدين أنا أعتقد بأن هذه القضية معقدة جدا والحلل أو التصور الذي وضعته طهران للرد على ما اعتبرته بانتهاك السيادة الإيرانية هو معقد أيضا وبالتالي الإيرانيون يتحركون أو القيادة الإيرانية والسلطات المختصة الإيرانية المختصة بالرد على كيان الاحتلال تتحرك في حدين أو بين حدين الحد الأعلى هو أن يكون هناك رد لأن قرار الرد انتهى يعني بعد ساعات من اغتيال إسماعيل هنية في طهران كان هناك اجتماع لمجلس الأمن القوم الأعلى رأسه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان وتم إقرار الرد يعني يجب أن يكون هناك رد هذا ليس فيه إشكال ولا غبار ومسعود بزشكيان أيضا وفق على هذا الرد لكن الآن نعم الإشكالية لا توجد هناك إشكالية وإنما هذه المعادلة المعقدة التي وضعتها طهران هي تتحرك بين حدين الحد الأعلى هو أن يكون هناك رد بالشكل الذي يكون هذا الرد رادعا لإسرائيل حتى لا يتكرر هذا العمل وأن لا تكون هناك حرب شاملة هذا هو الحد الأعلى الحد الأدنى أن يكون هناك هذا الرد الذي دعت إليه إيران وبالتالي إيران بين أن تحافظ على السيادة الإيرانية وبين أن لا تريد الحرب تكون شاملة وبالتالي لا تريد أن تضبط توقيتها على ساعة نتنياهو نتنياهو كما تقول الإيرانيين أنت تعرف أن هذا التأخير يمكن أن يفسر على أنه نجاح للضغوط التي تمارسها إسرائيل وحلفائها والكل يعلم بانتظار هذا الرد الإيراني ما الذي تحصل عليه إسرائيل وآخرها هذا الدعم الذي تخطى 3 مليارات ونصف المليار الدولار حتى تسلح وتقوي نفسها أكثر فأكثر كيف يمكن لهذا التأخير أن يكون لربما حادا أو نتائج قاسية على إسرائيل كما يقول الجانب الإيراني الدعم الأمريكي الاقتصادي والعسكري والأمني والسياسي هذا الدعم الأمريكي موجود سواء كان هناك إيران أم لم تكن هذا الدعم موجود صار لـ 75 سنة ولحد الآن وبالتالي نحن رأينا كيف قابل أو كيف استقبل الكونغرس الأمريكي لنتنياهو وهو استحب معه أناس قاتلين للمدنيين في قطاع غزة وصفقوا لهم كثيرا في الكونغرس الأمريكي وبالتالي هذا الدعم الأمريكي هو حاصل لا محالة شئنا ما بينه لكن بالنسبة إلى إيران إيران تجري مشاورات مكثفة مع كل الأصدقاء في أوروبا في المنطقة هي تعمل في أجندة إيقاف الحرب أو استمرار الحرب في غزة وبالتالي هناك الكثير من المحددات ترعيها إيران في أي رد يمكن أن يكون وبالتالي كما قالت ممثلية إيران في منظمة العالم المتحدة قالت بأن الأولوية أولوية وقف طلاق النار في غزة وبالتالي إذا كانت هناك جهود لإيقاف النار في غزة إيران لا تريد أن تؤثر على هذه الجهود لكن نحن نرى دكتور محمد حتى نقرأ الأمور كما هي حقيقة نحن نرى في الانتظار إسرائيل مستمرة بالسيناريو نفسه اللي اعتمدته منذ بداية هذه الحرب أنت تبعت الصور اليوم من مدرسة أتابعين يعني إسرائيل مستمرة بجرائمها وإيران تقول أنه هي تعطي لربما فرصة لاتفاق التهدئة هل بفهم من هذه المشاورات التي تجريها إيران مع حلفائها بأنه بإمكان الحلفاء بإمكان يمكن الأوروبيين أو بعض دول المنطقة أن تثنيها أن توقف هذا الرد يعني هناك جهود هناك جهود مستمرة وهناك تصالات مكثفة مع إيران حتى أن ممثلية إيران في اليوم المتحدة قالت بشكل واضح بأن هناك رسائل تنقل بشكل غير مباشر بين وسطاء بين طهران وواشنطن وبالتالي أنا أعتقد بأن إيران يهمها أن لا تؤثر على أي جهود تستطيع أن توقف إطلاق النار في غزة وتوقف هذا القتل ونتنياهو يعمل من أجل كما قال ضيفك قبل قليل من رام الله نتنياهو يعمل لإنهيار أي جهود تعمل من أجل وقف إطلاق النار هو يريد الحرب هو يريد توسيع الحرب وإيران تعمل من أجل عدم توسيع نطاق الحرب لأنني أعتقد شخصيا إذا الآن ردت إيران بالتأكيد هذا سوف يصب بمصلحة نتنياهو وهو يريد ذلك يريد توسيع نطاق الحرب حتى يستطيع أن يتملص وينقذ نفسه من المستنقع الذي وقع في غزة حتى أنه تحدث عن ضربات استباقية يمارسها نتنياهو يتصفي هذا الاتجاه تأكيد على هذه القراءة طبعا التي تفضلت بها الآن لكن بفهم من قراءتك أن حضرتك لا تتوقع أن هناك رد أن الأمور تتجه في اتجاه لربما أن توقف إيران ردها وهنا البعض يقول أن هذا سيكون نتائج أو ستكون نتائج أنسب بالنسبة لإيران من أن تقوم بهذه الضربة وستظهر إيران وكأنها هي التي أنقذت المنطقة هل قراءتكم تذهب في هذا الاتجاه؟ دعيني أقول بشكل واضح اليوم المصادر الإيرانية كلها قالت بشكل واضح بأن الرد الإيراني على الطاولة تم تحديد الهدف والمستوى والحجم وكل الأمور وهذا الرد التركيب الذي قالت عنه إيران بأن كل الأمور الآن جاهزة وهي موضوع على الطاولة هي تنتظر هذه المشاورات تستكمل مشاوراتها تنظر وتراقب التطورات في المنطقة في الإقليم في يوم غد هناك مسؤولين أمريكيين سوف يأتوا إلى المنطقة وهناك بيان من قطر والولايات المتحدة ومصر إيران تراقب هذا الوضع بدقة لكن الآن هي استكملت كل الجهود العسكرية من أجل الرد وحددت كما قلت لك حددت كل الأمور التي ترافق هذا الرد الإيراني لكن إيران تنظر هذه التطورات وأنا أعتقد بأن مثل هذا الوقت نحن ربما إيران ترود بهذا الوقت بكرة بعد ساعات بعد يومين لكن تراقب التطورات وتنتظر الفرصة المتاحة من أجل تحقيق الأهداف التي تريدها إيران من هذا الرد بطبيعة الحال سنكون بانتظار هذه التطورات شكرا للدكتور محمد صالح صدقيان الأكاديمي والبحث السياسي من طهران